ليه أسئلة السادة المشاهدين وفيه كان معانا أختنا الفاضلة هي طلبت منقولش اسمها وبتقول إن ليها زميل ابن صاحب العمل كان يريد الارتباط بس بتقول حدثت مشكلة بينه وبين أبيه لأن فيه فرق فيه السن بيني وبينه بتقول أنا أكبر منه بسنة فوالده زعل لأنه لم يعلمه بذلك وقال له إنه فيه عايزي ما ينفعش إنه يتجوز واحدة يعني يكون فارق في السن بينه وبينها بهذه الصورة وبتقول فعارض والده غضبا منه لأنه لم يقل له الحقيقة فأنا تركت عملي معهم لحين أرى ما سيحدث منهم فهو يقول لي حتى الآن إني لم أتركك لأحد غيري رغم إنه كان خاطب سابقا وبتقول وتركها وكان بها عيب وبدأ بإنه يصلح من نفسه إنه كان بتاعي يعني بنات وعيوب أخرى اتصلحت من أجلي ومع ذلك ومع كل ذلك والده لم يكرهني بل يرفعني لمراتب كبيرة في العمل لأنه يرى أني ملتزمة وأشرفه في العمل بس زعله ده كان من ابنه لأنه ما قالوش الحقيقة فأنا مش عارفة أعمل إيه بتمنى إنه يرجع عن رأيه ويرضع عن موضوع الزواج أقول إنك خليك ملتزمة ببروتوكولات العمل بتاعك يعني إذا أنت لأنا فهمت مرة قلت إنك سبت العمل أو أنت لو ما سبتيش العمل على ما بدأ من السؤال في المقطع التاني إنه حضرك تلتزم بما يمليه عليك النظام وقانون العملي أما ما سألت بيقولك أنا ما سبتكيش وأصي أنت ما انتش لحد تاني كلام ده كله لا اعتبار له ولا نعتد به بل بالعكس أنا عايزاك تكوني ملتزمة غاية فيه الالتزام وهو يحل مشكله مع أبيه إذا هو ابتدى الأمر بالكذب وبتقولي هو تغير عشان لو كان صدق في التغير ما كانش يجدب على أبوه يعني كان مفروض يصارح الوالد الكريم ويقوله حقيقة السن إيه إنه مش يجدب وأنا كمان لسه بدافع عنه ويقولك لا أعودي بقى استنيني وأنت مش لحد تاني غيرك كلام ده لا عتبار له هو رجل أجنبي عنك وأنت مرأة أجنبية عنه يعني إيه كلمة أجنبي وأجنبية مش خواجة يعني أجنبي وأجنبية بمعنى إنه شخص غريب مش بعمله معاملة إنه كاتب كتابي أو متجاوزني أو إنه حتى خاطب لأنه حتى لا يعتبر خاطب لأنه لم يطرق الباب ولم يدخل إلى أهلك ولم يسلك الطرق المنضبطة في ذلك لا الأمور لازم تكون فيها التزام عليك إنك أنت تحط نفسك في مكان راقن بلاش نهوي بأنفسنا إلى القاع فأحط نفسي في مواضع مش مظبوطة وأنتظر بقى هو يحل مشكله مع الوالد مع والده الكريم ويحل المشكلة دي ويقولي له أنت في حل ما يجي يقولك لا أنت أنا معاك وانت أنا أنت مش لحد تاني مش هو اللي بيقرر أنت صاحبة القرار تقولي له أنت في حل إلى أنك تحل مشكلتك مع والدك وتدخل الباب بقى من بابه زي ما بيقوله إنما الإنسان يضع نفسه فيه مواضع تقلل من شكله وتقلل من وضعه أنا أراك أنك تلتزم بي حيثيات العمل وكتر خيره أن والده مع ذلك هو محتفظ بأنك تكوني بتشتغلي وبيرقيتي وكل شيء وأنت كمان تؤدي للعمل حقه وتقولي لهذا لابن صاحب العمل أنت في حل إلى أنك تحل مشكلتك مع والدك وفي النهاية هذه الأمور نصيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقسم لي ولك الخير وفقط ونقطة ونبتدي حياتنا كأنك ما تعرفيش أنه ده ابنه وكأن لم يكن شيء إنما هذا الكلام كله كلام لا اعتبار له صلى الله عليه وسلم